أهم منجز بمسيرتك مسلسل ذئاب الليل وهذه الشخصية اللي تركت أثر وانطباع لهذا اليوم أنا أعتذر أقول أهم شيء أثر أهم منجز بمسيرتك أنا أعتذر لأنه أقول أهم منجز لأنه لم يأتي بعد ذئاب الليل منجز يساوي على أقل تقدير ذئاب الليل يعني بالمجمل مو إلك حسن هادي والدليل أنه هذه الشخصية هي مو تصرف شخصي أو علمي من قبلي أنه الناس فقط تعرف حسن نائل معرفة بشخصيات مع العلم اجتهدت وقدمت مثلا شخصية أكرم بعمل ضيع في حفر الباطن أخراج الرائع مهدي طالب للعراقية لكن لم يخدم هذا العمل بالعروض بالعروض يعني تكرر عرضها أكثر من مرة حتى ترسخ الشخصية وما صحيتها صح حتى الناس خصوصا بهذا الفضاء وكثرة القنوات أو الشخصية الثانية مثلا اللي أثرت بشكل بسيط جدا يعني هنا نائل يعني ستعتبر ذئاب الليل أهم عمل عراقي بالنسبة إلي يعني كحسن هادي وشات نظرك محترمة لكن أهم عمل عراقي لا هناك تختلف الآراء آراء صح ترجمة نانسي قنقر